السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسويتنا وكضويتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي صلاة الأوابين نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا تأخرت لآخر وقتها يبقى صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا تأخرت لآخر وقتها تسمى صلاة الأوابين هي صلاة زي كل الصلاة لا ليها قراءة مخصوصة ولا ليها هيئة مخصوصة زي أي ركعتين صلاة بنصليها طيب عدد صلاة الأوابين أو صلاة الضحى عددها الدين لا حصر لعددها زي ما أنت عايز تصليها ممكن تصليها ركعتين أو أربعة أو ستة أو تمانية أو اتناشر كما تشاء بفضل لكن أقل لها ركعتين بفضل الله سبحانه وتعالى صلاة الضحى أو صلاة الأوابين تجزئ عن تلتمية وستين صدقة كل يوم بعدد مفاصل الجسم إيه الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يصبح على كل سلامة سلامة ليه مفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فبكل تزبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمرهم بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن كل ذلك ركعتين تركعهما من الضحى يبقى كل يوم المفترض أن احنا نتصدق عن كل مفصل من مفاصل أكسابنا لأنها نعمة من ربنا سبحانه وتعالى طب تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو أن مفاصل جسمنا كلها تيبست لا نقدر نحرك إيدينا ولا صوابعنا ولا نقدر نركع ولا نسجد ولا نقدر ننام ولا نقدر نعود يبقى الواحد كده جسمه طبقة واحدة مقدرش يتحرك فنعمة وجود المفاصل نعمة لا تقطر على قلب بشر شو بديه؟ فربنا أكرمنا بنعمة المفاصل فنتصدق كل يوم عن مفصل من المفاصل عندنا كم مفصل في الجسم؟ 360 مفصل فكل تسبيح صدقة وكل تهليل صدقة إلى آخر الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كل عن 360 صدقة ركعتان تركعهما من الضحى أسأل الله عز وجل أن يرزقنوا إياكم طاعة المولى عز وجل في الدنيا وأن يجعلنا يا رب العالمين ممن تحسن خاتمتهم وأن يجبعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم دوست أعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته